اشتركوا في القناة يابل ما نبدأ لغينا فقرة خلو المسار للأسبوع هاد استعدنا عنها انه كتبتها في صندوق الوصف من بداية الشهر لنهاية الشهر يعني كل الايام اللي فيها خلو المسار اللي رح تمر خلال الشهر هاد وبرضو تواجد القمر في الابراج طيلة الشهر امتى في اي ايام رح تكون موجودة تقدروا تستفيدوا منها كل بداية شهر رح نزلها بصندوق الوصف عشان انسهل على الاشخاص اللي بنزعجوا من المقدمة واللي بقولك المقدمة طويلة وما فيش منها فايدة ومنستفيدش من اشياء لها علاقة بخلو المسار مش عارف ليش بتسمعوا الابراج اذا مش مهمة بقول لكن عشان هدول الاشخاص اللي بنزعجوا فاحنا كتبنا لك وياها كتابي يعني رب ضارة نافعة باستفيدوا منها بعض الاشخاص اللي بهمهم يعرفوا كل الشهر امتى القمر بنتقل للبرج الفلاني امتى بتواجد فيه امتى ساعات خلو المسار بكون عارف وحاسب حساب للشهر كامل او بعرف من بداية الشهر لنهاية الشهر هاي الامور بشكل اوفى واوضح طبعا ام لكن النقطة اللي ما رح اقدر انا الغيها اللي هي اساسا لانه هاي مرتبطة بتوقعات الاسبوع اللي هي تواجد القمر خلال الاسبوع في الابراج لازم نذكرها في المقدمة بتكون تتحملوها اللي طبعا بنزعج برضو من الامور وحاب يسمع الصافي للبرج وعادي بمشي لشريط لحد يشوف الاشارة هيك اللي فيها برجه بسمع برجه وبكتفي بالموضوع هذا للناس اللي يعني بحبوا التفاصيل الدقيقة بحبوا يتعلموا يعني يعني بيعنكوا الله تحملوهم طيب خلينا نحكي اول اشي عن تواجد القمر خلال الاسبوع طبعا اليوم احنا الخميس ست الشهر ست ثمانية القمر موجود بالحوت رح يظل ليوم الجمعة اللي هو سبعة الشهر ظهرا وهو في برج الحوت من ظهر يوم الجمعة بنتقل للحمل وبظل في لغاية فجر يوم الاثنين هاي كل هالفترة اللي هي سبته احد واثنين لغاية الفجر بظل في الحمل من فجر يوم الاثنين ولغاية عصر يوم الاربعاء القمر بصير في الثور من عصر يوم الاربعاء ولغاية منتصف ليل الجمعة على السبت القمر بنتقل للسرطان يعني القمر بمعنى اخر الاسبوع هذا رح يتواجد في الحوت الحمل الثور الجوزاء السرطان الاهم اللي احنا بنحكي عنه اللي هو في الايام العادية احنا ذكرنا انه في زاوية تربيع تشكلت ما بين اورانوس وما بين الشمس هي ما زالت مؤثرة وراح تظل الاسبوع هذا الها تأثير وهاي الها علاقة بالثورات وبالانقلابات وبالاشياء المفاجئة السياسية او الاحداث السياسية المفاجئة اللي ممكن تصير خلال الفترة هاي انا بسميها فترة عض الاصابع لمين اللي بدي يصرخ في الاول عشان يوقل الكفوف فما بنعرف مين اللي بدي يوقل الكفوف الاسبوع هذا اكل الكفوف رح يبين لانه في عنا زاوية تربيع رح تكون زاوية خطيرة جدا رح تتشكل يوم الخميس اللي هو يوم 13 الشهر رح تكون بين المريخ وبلوتو وهاي زاوية خطيرة جدا 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 بترجم فترة الاحتقان السياسي او ضغط السياسي اللي بمر عليه العالم بالفترة هاي فترجمته رح تكون بالفترة اللي هي من جبل 13 الشهر بقى كم يوم وبعد 13 الشهر هي الفترة الفيصل لهاي الامور وهاي من اخطر الزاوية اللي انا حذرت عنها بتوقعات السنة لانها هاي رح تستمر معنا اشهر لانه المشتري بيمشي بمسار امامي بعدين بده يتراجع فبتظل الزاوية هاي متشكلة مدة طويلة وهاي بتدل على مشاحنات وعنف وامور الها علاقة بالحروب والدمار على نحو واسع بتتلو هذا الاتصال وبرضو بتدل على مقتل شخصية مهمة في ظروف غامضة والها علاقة في الارهاب والاغتصاب والتفجيرات والحرائق وبرضو بعض الحوادث الطبيعية يعني زي ايشي لعب العاصير اله علاقة بالبركين اله علاقة بالزلازل فطبعا ممكن ولا ايشي من اللي انا ذكرته يصير وممكن ايشي من اللي انا ذكرته يصير مش معنى هذا اني واو حققت انجاز او اني جبت من عندي ولكن هاي الزاوية لما بتتشكل في احداث من الاشي اللي انا ذكرته بتصير والله اعلم عشان ما احد يقول لي ايش اللي انت تحكي خلينا نروح على توقعاتنا على الابراج وخلينا نبدأ بالبداية مع برج الميزان طبعا اول اشي رح نحكي عنه اللي هو بيتك الرابع اللي هو اقرب واحد واللي هو برج الجدي اللي موجود فيه زحل المشتري بلوتو والثلاثة بيتراجعوا وعملات زوايا تربيع مع المريخ اللي شوي بيسبب بعض الخلافات او بعض الاهتمامات المنزلية او النقاشات او الحوارات او بتجيب بعض المتاعب او اللي بتتعبك نفسيا على مستوى البيت ايش اللي علاقة بالعقارات او اعمال منزلية او تراكمية ممكن تنضغط من مسألة معينة او نقاش او حوار او امور مستجدة الها علاقة بعطل منزلي او مشكلة الها علاقة بالمنزل او بالبيت او بالعقار نفسه أو تأخير لبيع أو لاستثمار أو لتجارة منزلية أو يتعركس مثلا موضوع بيت عقار معين بالفترة هاي طبعا هذا كله بسبب هاي الكواكب أهمش أنك أنت تدير الأمور بحكمة تعرف شو السبب وتعرف كيف أنت تحاول أنك تحل هاي الأمور وتتجاوز هاي السلبيات بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت السادس طبعا نبتن اللي موجود فيه وهو أساسا إلو علاقة بالعمل والعلاقة بالصحة فعشان هيك هو مش منتحس صحيح بتراجع منتزج بطباعه يعني يعني بعطي فترات نحيس وفترات إيجابي فعشان هيك بدك تكون حذر ما تقصر بعملك حاول تنجز عملك بشكل كامل حاول تهتم بأوراق عملك إنها تكون كاملة ما تأخرها ما تدخل بخلافات أو نقاشات حادة ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل يعني بدك تكون حذر جدا بكل شيء إلو علاقة بالعمل وبرضو بدك تراقب تقلبات الصحية أو الأمور اللي إلها علاقة بالصحة ما في داعي للوسواس وما في داعي للقلق وما في داعي للخوف أهمش أنك تراقب وضعك الصحي إذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول إنك تراجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء طبعا هنا بنحكي عن المريخ والمريخ بشكل زاوي التربيع فحكينا إنه هو سلبي جدا هو مقابلك تماما هذا بجيب خلافات غير متوقعة ما بين الشركاء وهم الشركاء هو المقصود شركاء المال والأزواج فعشان هيكي بتديروا بالكم من أي خلافات أو نقاشات أو حوارات ما بينكم العلاقات الضعيفة عرضة لإنها تتطور المشاكل ما بينهم وتصل لمراحل الانفصال فحاولوا تمسكوا عصابكم قدر الإمكان ما تكبروا الأمور وما تكبروا الخلافات وما تخلوها تصل لطريق مزدود أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا أورانوس موجود أورانوس بجيب مفاجآت المفاجآت هاي دائما بما أنه البيت الثامن يعني الأموال المشتركة فهي أما بجيب لك قرض بشكل مفاجئ يا مساعدة مالية يا دعم مالي يا أمور بتنحل بتكون ديون عليك مش عارف تحلها بتحلها قروض على أشخاص أو ديون لأشخاص بتكون مدائن أشخاص مش عارف تحصل أموالك الفترة هاي ممكن تحصلها بشكل مفاجئ وبرضو ممكن تورطك في مشاكل مفاجئة إلها علاقة بالأموال المشتركة أمور إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين وبرضو بتحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة في بعض الأوقات أما بالنسبة لبيتك العاشر فإحنا بنحكي عن الزهرة والزهرة إيجابية ودعميتك فهي بتدعمك على مستوى علاقاتك على مستوى معارفك على مستوى العمل برضو بتحمل لك عمل جديد أو فرصة لعمل جديد أو لترقي أو ترفيع أو مديح لا إنجاز عمل معين بيكون صعب وبرضو بتدعم من علاقتك مع زملائك ورؤسائك بالعمل بشكل قوي جدا وممكن تحل مسائل كان صعب هتنحل بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيتك 11 طبعا عن الأسد بنحكي هنا وعندك عطارد موجود وعندك الشمس موجودة فالفترة هاي داعمة على مستوى العلاقات على مستوى المعارف على مستوى الاجتماعات واللقاءات فهذا رح تنشط اجتماعيا بشكل كبير لدرجة إنك ما رح تهدى أو ما رح تعرف تأخذ يعني راحة بالفترة هاي من كثر ما أنت رح تكون عندك نشاط ما بينك وبين الأصدقاء ممكن يتوجه لك كثير من الدعوات الاجتماعية أو اللقاءات أو عزائم مثلا أو دعوات لحضور حفلات أو مناسبة فممكن منك أشخاص يتزوجوا بطريقة تقليدية اللي من خلال فرح أو مناسبة يتعرفوا عليه فيجوا يزوروا ويطلبوا إيدها للزواج أو للارتباط فحاولوا أنك تحرصوا على إتمام العلاقات الاجتماعية بشكل جيد وتنشطوا بالفترة هاي لأنها بتحمل نوع من أنواع الإيجابية والقوة لا إلكم أما بالنسبة للتوقعات الأسبوعية من صباح يوم الأربعة لهو الأمس القمر صار موجود بالحوت حتى ظهر يوم الجمعة بيبدأ العمل فيها بالتراكم عندكم حاولوا أنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم يعني الفترة هاي مناسبة لممارسة نشاط أدبي أو نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط بتحتاج لنصيحة أحدهم إذا أردت إنجاح عملك باكر لعملك لأن المسؤوليات كثيرة وطارئة في هاي الفترة ابدأ بالأولويات ممكن تبدأ عمل جديد بالفترة هاي من ظهر يوم الجمعة بيكون القمر في الحمل حتى فجر يوم الاثنين بترغبوا في تدعيم شراكتكم ولكن القمر بما إنه مقابلكم بتكونوا حذرين لأنوا طاقتكم شوي بتكون ضعيفة هاي الفترة مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بتكثر الواجبات وبتتزامن ممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر من التراجع الصحي ما في خوف عليك إذا اتبعت الإرشادات والتعليمات اتجنب المشاكل وما تتسلط من فجر يوم الاثنين القمر بصير موجود في الثور حتى عصر يوم الأربعاء بتصير الفرصة متاحة لمكسب مالي الوصلة بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك بتوخذ المبادرة في الاتجاه المذكور يعني توفير أو ادخار أو أشياء لها علاقة بالمستقبل قدم التنازلات وما تتراجع فيه خطوات وقرارات سببت إليك نوع من أنواع الإزعاج أو العدوات من عصر يوم الأربعاء القمر بصير موجود بالجوزاء حتى منتصف ليل يوم الجمعة على السبت اللي بيقدم امتحان أو مقابلة يجب أن يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة حاول تسهيل أمورك ممكن تهتم بثقافي مختلفة الأمر اللي بيشجعك على الانضمام لنادي أو لجمعية أو لا تعارف أو تلاقي مع أجانب أو أشخاص من خارج البلاد من منتصف ليل الجمعة على السبت القمر بصير موجود بالسرطان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم فترة مناسبة لللي بيبحث عن عمل ممكن تشعر وكأن محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف معاك أو بيتعاون معاك ما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح هذه الفترة تحمل نوع من أنواع القلق والتوتر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه أترككم في رعاية الله وحفظه